حذرت سلطات المحلية في بلدة في مدينة ميلانو شمال إيطاليا من محتلين ينتحلون صفة مهني صحة بغرض الصرقة وأوضحت الجهات الأمنية في المدينة أنها حذرت من أن بعض المحتلين يتظاهرون بأنهم ممردون يقومون باختبارات مجانية لفيروس كورونا بهدف الوصول إلى المنازل الخاصة وصرقة الناس وأضافت أنه تم الإبلاغ عن مكالمات هاتفية تم تلقيها من أطباء وممردين مزيفين يقولون إنهم يريدون الحضور للمنزل وإجراء فحص وتحاليل لفيروس كورونا المستجد وأوصت الشرطة المحلية المواطنين برفض هذه الدعوة وعدم السماح لهؤلاء المحتلين بالدخول إلى منازلهم وقالت الشرطة إن العاملين في مجال صحة يقومون بزيارات وفحوصات منزلية فقط إذا ثم طلبهم مسبقا من قبل المواطنين أنفسهم وتم الإبلاغ عن بعض محاولات الاختيال من قبل متطوعين مزيفين يزعمون أنهم من الصليب الأحمر اتصلوا بمنازل مسنين لإجراء فحص طبي وكان رئيس هيئة الحماية المدنية قد أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 11 حالة وفاة مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابة المؤكدة بالعدوى إلى 357 مصابا في تسع مناطق